الاحترازية ما ذالت متبعة لذا نحن سنستمر وكما قلت نحن نعلم أن هناك وضع خاص الآن وأوكرانيا وباستثناء هذا التدابير الاحترازية تستمر سؤال لاحق وجيز وهذا له علاقة بقضية أخرى ماذا ستحتاج حتى تتمكن من سحبة أو التوصل لخلصة سريعة واضحة عن الثلاث والأربع نقاط الأساسية ماذا أحتاج أنا يجب أن يتعاون معي هذه هي الفكرة مرحبا كما تعلم التركيز الآن على الحديث الدائم الخاص بإيران ويبدو أن النقاط الأساسية في هذا النقاط هي قضية غياب التدابير الاحترازية ولأسابيع الآن كنا نسمع نفس الشيء أن إيران تريد أن تحصل على تقييم نهائي حتى تعود لمناقشات الاتفاق النووي وأنتم رفضتم أو على الأقل عرضتم هذا وحصلتم على تأييد الغالبية ما هو وضعنا الآن في هذا الأمر وأن هناك أي حلول إبداعية لهذا الأمر يمكن أن أقول أن العمل يجري الآن ونحن نتحدث وهذا ليس سر أن بعد هذه المفاوضات وأن هذه المفاوضات ليست بأس سهلة ونحن نتباحث مع الأطراف وهذه المفاوضات ستصل إلى نقطة حاسمة وبالطبع هذه النقطة تمت إثارتها والمعارضة كانت دائما لم تتغير هذه عملية مستمرة وشاملة ولكن بالطبع هناك أيضا تأثير متبادل ولكن بالنسبة لنا حتى نتمكن من حل هذه المشكلات وقضايا ما نحتاجه هو عملية شاملة ومطولة وأنا متفائل بقدرتنا على القيام بهذا دون تسييس هذه القضية أو جعلها تتوقف على قضايا أخرى ويجب أن نستمر في عملنا هل أنت متفائل من ما يمكن تحقيقه؟ ما يمكن تحقيقه هو عملية شاملة لتوضيح هذا الأمر والتي لا يتم التأثير عليها بسبب المفاوضات الحالية أو أي اتفاقات يتوصل إليها أطراف الاتفاق النووي الإيراني أو لا يتوصل إليها مرحبا أنا جوردي من EFA سأتحدث مجددا عن أوكرانيا أنت قلت في كلمتك أنك استلمت خطاب من الحكومة الأوكرانية مطالبين منك المساعدة الفورية ماذا يعني هذا؟ هل تحتاج أن ترسلوا شخص إلى هناك؟ بالضبط الوضع في أوكرانيا كما وصفت في كلمتي هو بطابع وضع معقد وصعب ويصعب فهمه لأن من ناحية كما أشارت يوجد عملية طبيعية وبها طاقة نووية طبيعية وأيضا مواقع أخرى تعمل ومن بينها مفاعل شار نوبل هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام وأن هناك التزام كامل ومرعاة ما لا القواعد خلال هذه العملية الحساسة بالطبع هناك سراع يحدث الآن وهناك ضغوط على العاملين ورئيس المفاعل هناك ورئيس الطاقة نووية في أوكرانيا أنا كنت على تواصل معه بالإضافة إلى الخطابات الرسمية وبالطبع هو طلب مساعدة رسمية وأوكرانيا هي عضو في منظمتنا وهم لهم الحق أن يحصلوا على مساعدة في حالة المشكلات فالأمر يتعلق الآن بسلامة مؤسساتهم بالطبع في الظروف الحالية تقديم المساعدات ليس عملية سهلة ولا مباشرة ولهذا السبب أنا على تواصل مع كل الأثراف حتى نقوم بتقييم الطريقة الفعالة التي يمكن أن نساعدهم بها حيث أن هذه المشاورات مستمرة فلا يمكنني الآن أن أعلمكم بنتائجها وما هي نوع المساعدات ومتى سيتم تقديمها ولكن يمكن أن أؤكد لكم أن المباحثات المستمرة جارية بيني وبين أيضا كل الأطراف المعنية في هذه العملية يمكن أن يتضمن ما ذكرت بالطبع مرحبا نوريتي أنا أعلم أنك قلت أن الأمر متغير ولكن هل يمكن على الأقل أن تقول لنا مثلا ما هي الجوانب وما هو نوع المساعدات التي يمكن أن تقدمها ترجمة نانسي قنقر